النادي الاسماعيلي يرجع لعصره بتاع اسلام الشاطر وبركاته سيد معوض وعماد النحن. صح ما هو ده اللي احنا قلناه. قلنا الاسماعيلي كان ليه سيسا. كان ليه شكل. كان ليه حاجة شغال عليها. النهاردة النادي الاسماعيلي بيتبع حاجة تانية خالص. طب النهاردة اتمنى من المجلس اداري الموجود حاليا انه ما يمشيش على نفس نهج اللي كان موجود قبل كده. طب ما هو اللي كان موجود قبل كده. تفهم زيك? النتائج مش كويس? الاداة ما كانش كويس. مش هي دي اللي اسماعيلي. فالنهاردة لازم ادور على الطرق البديلة ايه? اشوف الاسماعيلي كان ماشي ازاي قبل كده? وابتدي اشتغل تاني على نفس اللي كان الاسماعيلي طول عمره شغال عليه. فعشان كده بقولك كرة القدم مفهومة تغير. النهاردة كرة القدم بقى دراسات. كرة القدم تطور. كرة القدم فكري مختلف خالص. النهاردة بتقول ايه? النهاردة فيه تيمورك بشتغل. النهاردة لازم يبقى ناس تساعد. لازم يبقى افكار جديدة. لازم خلاص. انت النهاردة لازم يبقى فيه ان انا يبقى عندي نهج شغال عليه. نهجي باسماعيلي النهاردة الاستاذ زيحة الكومي لازم لازم يبقى النهاردة عنده فكر. وعنده ناس بتشتغل. وعنده لجنة كرة بتفكر. وازاي اعلى بالاسماعيلي ازاي النهاردة اغير من السيستم اللي مشى عليه نادي الاسماعيلي. لان السيستم ده مش شغال كويس. خلاص. الاسماعيلي مش شغال عليه كويس. النهاردة عندي يناير خلاص. انا النهاردة يمكن يمكن توقف الدوري هيبقى فايدة الفرق كتير جدا لو عايز اتطور نفسها. لاني هكون دخلت في فترة انتقالات بتاعت يناير. فالنهاردة لازم اعرف انا مشكلتي فين. لازم اعرف انا هشتغل ازاي الفترة الجاية. لازم اعرف انا هبتدي من ايه? النهاردة حتى لو الراجل الارجنتيني خلاص? النهاردة الراجل الارجنتيني الموجود المدير الفني. خالص. خالص. انا النهاردة عشان يجيب اللي اسماعيلي محتاج واحد من ولاده. والكل يتكتف ويفوراه. عشان يقدر يتاقلم ويعيش ويبعارف المشكلة فين. النهاردة يبقى موجود في قطاع الناشين ويشوف اللاعبة الكويسة فين. النهاردة الاسماعيلي مش وقته خالص خالص. ان هو يجي مدير فني اجنبي مش هو ده الحل مش ده الحل. مودير فني اجنبي مش وقته. انا وقته لما يكون عندي كويس. انه مش حدثة قبل كده كنت قلت ان الاسماعيلي الزمالك الاهلي ما بينفعش معهم. لا قلت الزمالك والاهن. ما قلتش اسماعيلي خالص. اقلت منتخب مصر والزماعيahahaha. منتخب مصر اه صح. خلاص لكن ما قلتش الاسماعيلي خالص. الاسماعيلي يبقى عندي مدير فني اجنبي لما يكون عندي قايمة كويسة قوي وعندي لعيبة كويسة قوي وعندي ان اللعيبة دي محتاجة مدير فني اعلى من المدرب المصري المتاح ليه حاليا انه يقدر يشتغل مع مجموعة اللعيبة الموجودة في الوقت ده. لكن النهاردة الاسماعيلي انا محتاج مدير فني مصري يقدر ان هو يعمل الاول فريق. يكون لي فريق. النهاردة ينزل الناشئين. يبص على الناشئين. يبص على الممتاز به. يبتدي يتابع المباريات. كل الكلام ده لازم عندي لجنة كورة ومدير فني فيهم تربط بالشغل اربعة عشرين ساعة عشان يقدروا يعملوا لي فرقة للنادي الاسماعيلي. لكن ده ما بيحصلش. النهاردة انا بجيب مدير فني وبديله ارقام وبديله بالدولار او باليورو حسب ما العقد اللي موجود مع المدرب الارجنتيني. وانا ما عنديش اسوات كويس. ان انا اقدر ان انا اقول له اشتغل معايا. يعني كابتن هو اللي بيطلع ناشئين كويسين. مدير فني اجنبي ولا مدير فني مصري? لا مدير مش شرط ان انا انا بقول مدير فني مصري ليه? عشان متعايش. عارف. عارف ان فرقة العشرين سنة دي فيها تلاتة اربعة لعبة كويسين. الفريق اللي تحته في اتنين تلاتة كويسين. اطلعهم وصعدهم. مدير فني اجنبي مستني لما يجوا يرشحوا له لعيبة. النهاردة جبت المدير فني اجنبي النهاردة بتقول له هو دي قايمتك ويدي لعبتك ويلا اشتغل. خلاص? لا انا ممكن بعندي لعيبة ناشئين افضل من الموجودين. ممكن نهاردة بعندي لعيبة بتاخد ارقام عالية جدا وانا مش مستفيد منها. خالص. فمين اللي هيقول لي الكلام ده? معلش? نادي اسماعيل يغني باولاده. عنده اسماء يعني اه يعني اسماء كتيرة جدا. اسماء موجودة. ومن افضل لعيبة اللي جنب في تاريخ الكرة المصرية. فالنهاردة مش قليل جدا ان هم يقدروا يعملولي تيم كويس ويقدروا يرشحونا لعيبة كويسة ويقدروا ان هم يبقوا متابعين. بس اتمنى ان اولاد نادل اسماعيلي يتحي. اشتركوا في القناة